أول سؤال النهاردة سؤال من حساب أسماء بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور كنت عايزة أسألك عن فضل الصدقة وقيمتها واسمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل الصدقة وكان يقبل الهدية إحنا عندنا سؤالين السؤال الأولاني عن فضل الصدقة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام مسلم في صحيحي أن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير هو الجمال ده في يمين الرحمن يعني فضله ويمنه وبركته وسعته يبقى الصدقة بتقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبال يعني الصدقة بتبقى زي الجبل تيجي يوم القيامة كده وانت تصدقت بحاجة تبصت لقاها كالجبل طب ربنا بيعمل كده ليه لأن الله يحب الصدقة ليه هالجزاء الإحسان إلا الإحسان لأن الشخص المتصدق كأنه يرى جمال ما تفضل الله به عليه يبقى الصدقة دي الصدقة دي مفتاح البركة والصدقة دي دي مفتاح السعادة مفتاح الراحة وداو مرضاكم بالصدقات الصدقة دي باب مفتوح لكل منح الله سبحانه وتعالى لأن العبد ولزاك إلا حاصل هالجزاء الإحسان إلا الإحسان تمشي هالجزاء ما أحسن الله بك إلا أن تشكره بالصدقة فلزاك الصدقة من أوسع أبواب شكر النعمة فهذه الصدقة من أوسع أبواب شكر النعمة الصدقة كمان من أوسع المعاني التي تجلب عليك سعة الرزق ليه هالجزاء الإحسان إلا الإحسان إذا أحسنت للناس فهل تظن أن الله سبحانه وتعالى سيجازيك بشيء أفضل من أنه واسع عليك وزاك ما نقص ماله من صدق أما لإيه بل زاد الماله بالصدقة إزاي في كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على السيدة عائشة ويسألها سؤال واضح حضرت النبي بيحب لإيه بيحب الكتف فإيه اللي حاصل فوزعت الشاكل له وبقي الكتف عشان حضرت النبي بيحب فحضرت النبي يقول لها إيه أخبار قالت زهبت الشاكل كلها ولم يبقى إلا الكتف قال بل بقيت كلها ولم يزهب إلا الكتف بقيت عند من؟ عند الباقي عند الله عند الواسع عند الكريم فإذا أنت تصدقت وتصدقت على عيال الكريم فكيف سيعاملك الكريم؟ الصدقة ليس لها حساب الصدقة بتدخل عبده في إيه؟ في الوسع والبركة والنعمة ولزايك الصدقة تدفئ غضب الرب يا الله يعني واحد يكون عمل معصية وخايف وقلبه ملتهب من المعصية وخايف منها يتصدق ويتوب إلى الله قلبه يبرد وكمان قلبه يبرد ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنه فالصدقة تدفئ غضب الرب وتجرب البركة وتجرب الرضا على العبد فلازم نفهم الصدقة دي من أعظم المنا اللي ربنا من نبيع علينا أن يبقى فيه حاجة اسمها الصدقة تفتح لنا أبواب الوصل بالله سبحانه وتعالى ده كان فضل الصدقة السؤال الثاني بقى بتسألي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل من الصدقة عشان هو حضرة النبي هذا حاله حاله صلى الله عليه وسلم إنه هو الصدقة والزكاة والحاجات دي دي للتطهير تطهير العباد حضرة النبي ما جمال في جمال لكن قال نا يقبل الهدية الهدية جاي جمال كده فكان حضرة النبي يقبل الهدية بس ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان واحد مستحق للصدقة وحد التصدق عليه يقبل يقبل ليه؟ رزق ساقاه الله له ولذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال حلوة خضر فمن أخده بطيب نفس بورك فيه ومن أخده بإشراف نفس لم يبرك فيه بأول إنسان إذا كان ده مستحق وأعطي له المال مبارك إن شاء الله المال مبارك فيه فعشان كده لازم نفهم الكلام ده